موسيقى هي دي العملة اللي ممكن تخليك مليونير فعلي على كلمة مليونير في العملة دي كلمة قليلة جدا مع الارتفاعات القوية اللي انتوا شايفينها والشمعات الخضرة عند مستويات معينة هنلاحظ حاجة واحدة بس رغم الانهيار اللي موجود في السوق في الوقت الحالي ولكن الشمعة الخط الأحمر اللي موجود ده تمام وصل لدرجات معينة فيها ارتكاز قوي من بعدها فيها ارتفاعات قوية جدا فعلي لو محفظتك 8000 دولار أو لسه عايز تدخل السوق جديد أو بتفكر عندك مشكلة في محفظتك فيها اي مشكلة او نزيف نقدر نغير من العملة الخاصة اللي فيها مشاكل في محفظتك وناخد العملة دي اللي فيها ارتفاعات تصل بعد الهبوط الحالي اللي احنا واقفين عليه ده ل 2500% مع أقل ارتداد هيكون مع البيتكوين فلو فيه اي حاجة تقدر تتواصل معنا عن طريق الواتس اللي موجود في صندوق الوصف ونقدر نعمل مكالمة زوم نقدر نشرح فيها كل التفاصيل ونقدر ان احنا نتعاون معاك ونحل لك اي مشكلة بإذن الله فأي محفظة فيها خسير تعالوا نشوف حلقة النهاردة فيها ايه ونشوف ايه الاحداث اللي موجودة في سوق الكريبتو تعالوا معنا ورجعنا لكم من جديد ونشوف احداث السوق عامل ايه دلوقتي انا برح سجلت مقطع بسيط خمس دقيق حبيت ان ادردش معاكم بعد بالطبع الفايدة اللي نزلت لها اللي تفعل خمسة وسبعين نقطة ودي اتمنى ان الكل يسمعوا ويسمعوا بتركيز وبتماعون لان حقيقة قبل ما نبدأ الحلقة اللي عايز يهتم ان يكسب كويس لازم يراعي اماكن الدخول في السوق حاليا الماركت بتاعنا فيه تشعومية واحد وتلاتين مليار ربعمية وربعة مليون متين خمسة وتلاتين الف يو اس دي تي التعامل في اخر 24 ساعة 113 مليار 617 مليون 119 الف يو اس دي تي اليسريم بيرتفع نسبة بسيطة في 15.16 كان امبرح وسل 14.98 اليوم البيتكوين عند الاربعة واربعين بوينت خمسين موقف بيقول ان فيه ناس اشترت على امل السعود ما ادري لش اتحقق السعود ده اولا وهبوط خافه فطلعوا دي معظمها محافظ جديدة اقل من سنة حسن ما احنا بنتابع ودي الناس الفشلة فهنيجي بقى لي عدد العملات الرقمية عندنا 19.892 عملة رقمية في السوق عندنا تعالوا نشوف عملة مهمة عايز اقول لكم عليها العملة دي قدرنا نحقق منها من مكان ما قمت بشراها بالامس هنشوف نقدر نحقق منها دي عملة مهمة جدا تعالوا نبص عليها مع بعض ونشوف الشرط ونتكلم عليها ونتكلم على كل تفاصيلها العملة هي infinity token ترتمة ال 524 في سوق العملات الرقمية اخر 30 يوم هي نزلة بقيمة 22.66% عايز اقول اهم حاجة فيها نقطتين اول حاجة كان ال all time low بتاحها ونركز عند النقطة دي جامد جدا كام عن 0.11 سنت تمام اما ال all time high كان عند 3.3 بزد 36 طيب نشوف بقى حالين السعر كام نرجع مع بعض بالراحة نلاقي ان السعر عبارة عن 14 سنت طيب تعالوا بقى نقول تاني بالراحة كده انا هشوف اخر ساعة ارتفاع اخر 24 ساعة ستة بوينت يعني حوالي 7% اخر 7 تيام هبوط بقيمة 10% تعالوا نرجع تاني بالراحة نقول ان ال all time low كان 11 سنت واحنا عند ال 14 اتنين وعشرين يعني فرق ما بينها وما بين ال all time low بزد 3 سنت طيب نزلة من كم؟ نزلة من 3 دولار بالزبط اهو مع بعض تاني احنا بنشوف كله من على ال coin market بتاعنا 3 دولار 36 سنت انت متخيل الفرقة دي متخيل لما تاخد عملة ومشروع قوي تقدر تكسب قد ايه هو ده اللي بنقول الدخول في السوق حاليا تمام مش بنقول ان الناس تطلع تجري وتهرب وقولك زيادة 75 نقطة السوق هينهار يا عم ما ينهار ايه المشكلة خليه ينهار وبعد كده بقى رجع تاني اقعد معاه ايه المشكلة يعني يعني الامن ايه هتفتح الويب سايت الموقع بتاعهم بتقدر تتواصل مع التيم بكل بساطة تقدر تعرف كل المعلومات الخاصة عن المستقبل الخاص بالعملة عملة قوية جدا عملة هتلاقي فيها شغل تقيل قوي اتمنى انك تتواصل مع التيم support تتواصل مع التيم وتتكلم معاهم تتناقش بعد ما تتفرج على كل الحاجات الخاصة سواء بالNFT بكل المعلومات الخاصة عن معلومة من الالف الى الياء بالعملة بتاعتنا وهقولها تاني ال EFI Infinity Token عشان فيه ناس بعد كده تقول لي اصلا مش عارف يا العملة ايه انت تتكلمت على العملة ومش عارفين يعني انا مش قادر افهم هنحل الشرط وهنتكلم على العملة وجبناها من الماركت وقلنا رقمها تمام وبعيكي اقول لك اصلا احنا مش عارفين ايه دي فاحنا بنتكلم النهاردة عن عملة بتاعتنا اسمها ال EFI فبعد ما يبقى انا بقى عايز نشوف الشرط مع بعض بتاع العملة عشان على الشرط هنحلل ونتكلم باستفادة اكبر تعالوا نتفرج مع بعض انا كده واقف على الشرط الويكلي وكنا حللنا العملة دي مع بعض قبل كده وهنقول ان الشرط ده بالطبع ده من الشرط كامل ده من اول لما نزلت العملة دي على ال OQX ايام كانت OQEX دلوقتي OQX بس تمام فاحنا كان زي ما احنا شايفين وصلت 3.32 بالشمعة الاولى بتاعتها احنا على الويكلي تمام بعد كده بدأت العملة تطلع نزلت عند نقطة مهمة جدا واحب ان اركز تاني عليها ايه النقطة هي اللي احنا عايزين نقف عندها دي بالضبط كانت ال 72 ولو نفتكر ان ال 71 هي برضو نقطة مهمة جدا عند ال C 98 وعملة مهمة جدا مهمة جدا جدا وفي اماكن شراء قوية اللي عايز 600% 700% و800% يهتم ايضا بال C 98 وعندكم الحلقة ارجعوا تفرجوا عليها نيجي بقى هنا نقول ان نقطة ال 72 سنت في عملة ال EFI هي نقطة هامة جدا احنا حاليا حسب هبوط السوق اجماعة ده مش مش انهيار عملة يعني من فاشن قولس العملة فيها انهيار والمشروع لا احنا كل السوق بينزل يعني يعني عايزين نبص نظرة كده بسيطة على البيتكوين وهو الليدر بتاعنا ادي شرط البيتكوين فهل معقول نقول مثلا البيتكوين كمان بينهار مثلا او البيتكوين عملة سكام انا بيهميني بس الناس اللي هي الشطرة اللي كلما يلاوه اي حاجة كده يقولك دي عملة سكام تمام طب هل البيتكوين سكام ما هو برضو هو بصه شايفين النزول اللي فيه موجود ازاي طبع الكلام ده كلام بتاع ناس بتبقى مش عارفة حاجة في السوق ودخلة كده بالصدفة وخلاص وخلينا اقول حاجة مهمة في بقى في الف نرجع عليها تاني ونبص المستويات بتاعتنا انا شايف في الاي اف اي هنا ان احنا عند نقطة ارتكاز مهمة جدا ولو فضلنا ان احنا يحصل عندنا خبوط فانا شايف ان عند زيرو بوينت 11 وهي كان مكان امتلاق العملة ده مكان مهم جدا زيارته هيكون فيها كلام كبير وكلام مهم جدا في السوق عملة مهمة قوي قدرت توصل لمناطق سعرية جيدة يمكن لما كان الاسعار بعد ما خلاص تم البيع والاستقرار وكل الكلام ده كانت اعلى قمة عندنا وصلنا لها بعد كده من اول هبوط تمام كان وصل عند 2 دولار 41 سنت انا بقى بحكي لك على عملة انت بتشتريها ب14 سنت انت عارف يعني ال14 سنت دول انت ممكن توصل لفين لو طلعت بس لغاية ال2 دولار او 2.14 او او رجعت all time high كمان عند 3.32 انت في موقع مختلف تماما بارباح كبيرة جدا باسعار كويسة قدرت تشتري بها عملة كان فيه ناس بتشتريها من بداية صعودها ولذلك بأكد ان عملة ال EFI عملة هامة راجع المشروع بتاحها بعد اذنك عملة لازم تحطها في مصاف العملات المهمة اللي ممكن تقدر تتعامل بها وتكون موجودة في محفظتك في الوقت الحالي بعد 75 نقطة احنا شفنا انت عاش بحوالي 2800 في البتكوين حاليا بيبقى بيبقى فيه تصحيح ده شيء طبيعي انا قلت من بارح وهقول تاني انا يهمني العشرين الف ان يكون عليها شرة كبير وده هتلاقوا عليها كتير من السيران منتظرين تمام وما محاولة الدببة انها تنزل الاسعار في الشموع اقل من كده فانا شايف ان حتى الان اعتدال السيران بشكل قوي وقوي وكان كل الخوف من كل الناس ان بارح بعد 75 نقطة ان يخترق حاجز العشرين ويتحول العشرين بدل ما هو دعم قوي يبقى مقاومة يعني بدل ما هو كمان يبقى دعم زي ما احنا بنوض خيلين ودعم بالنسبة لنا حلو وقوي تمام ففي كمان مقاومة بعد كده لا هو ظل كما هو دعم يعني وقفين عليه ما اخترق نهوش منزل نهوش اقل حاجة وصلنا لعشرين سبعمية والسبعين سبعمية سبعمية وسبعين وفي اي حال من الاحوال احنا مع سوق فقاع مهم جدا لاي شخص عايز يحقق مكسب وربح عليه بالدخول في الوقت الحالي قبل ما تتغير الامور كلها تحياتي لكم دومتم في رعاية اللي وامن كنتم مع قناتكم كريبتو بنت ليمان وانا متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية ادارة المحافظ البي اي بي عن بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا